موسيقى 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 حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في الموجزة الاقتصادية من قناة الرافدين أكد خبراء اقتصاديون أن سعر النفط المتقلب يهدد الموازنة الثلاثية التي يفترض أن يتم إقرارها في العراق وأشار الخبراء إلى دعم صندوق النقد للعراق عام 2016 بإدين تجاوز خمسة مليارات دولار عندما انخفضت أسعار النفط العالمية مبينين أن الموازنة المقترحة هي لثلاث سنوات وممكن جدا خلال هذه الفترة أن يهبط سعر النفط عالميا ما يعني الحاجة مجددا للاستدانة موسيقى قالت مصادر الصحفية إن صندوق النقد الدولي يعتبر جهة استشارية للحكومات ومنها الحكومة في العراق لذلك هو يحذر من مخاطر التمادي في اعتماد سياسة الإنفاق الكبيرة وبيّنت المصادر أن الاقتصاد العراقي غير قادر على الاستمرار بزيادة الإنفاق خصوصا مع تراجع نمو الإرادات غير النفطية مضيفة أن الاقتصاد العراقي سيدخل في أزمة معقدة جدا خلال فترة قصيرة عندما تتراجع أسعار النفط دون خمسين دولارا للبرميل قالت مصادر متخصصة في الاقتصاد إن الإرادات النفطية المتحققة للعراق لغاية شهر أيار للعام الحالي بلغت أكثر من سبعتين وثلاثين مليار دولار فيما كانت الإرادات النفطية المتحققة لغاية أيار من العام الماضي قد اقتربت من خمسين مليار دولار هذا وبينت المصادر أن الانخفاض في الإرادات النفطية خلال هاتين المدتين قد بلغ نحو ثلاثة عشر مليار دولار مشيرين إلى أن نسبة الانخفاض بين هاتين المدتين بلغت أربعة وثلاثين بالمئة فأضافت المصادر أن هذا الانخفاض سينعكس سلبا على مجمل الإرادات النفطية المتحققة عام الفين وثلاثة وعشرين قياسا بالإرادات المتحققة في العام الماضي وهو ما يلقي بظلاله القاتمة على موازنة الفين وثلاثة وعشرين المثقلة أصلا بالعجز الكبير الذي يعتمد أساسا أو التي تعتمد أساسا في إراداتها العامة على الإرادات النفطية أعلنت غرفة تجارة وصناعة سليمانية فوز السليمانية بالمرتبة الأولى بإمتاج الخضروات على مستوى المحافظات الشمالية وصفة المحافظة بسلة غذاء العراق وقالت غرفة تجارة وصناعة سليمانية إن المحافظة تفازت بالمرتبة الأولى بإمتاج الخضروات بعد أصولها إلى الاكتفاء الذاتي نتيجة استخدام أكثر من 22 ألف بيت بلاستيكي إضافة إلى المنتجات الحيوانية في بنجوين وشارزور وكريميان وإنشاء 1250 مزرعة دواجن في السليمانية بإمتاج ضخم يقدر بضعف احتياجات المدينة استبعدت مصادر من منظمة أوبيك بلاست أن تتخذ المنظمة وحلفاؤها قرارا بشأن مزيد من تخفيضات المعروض النفطية في اجتماع يوم الأحد رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل الواحد هذا الأسبوع وتضخ أوبيك بلاست التي تضم أوبيك وحلفاء بقيادة روسيا نحو 40% من الإنتاج العالمي مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على أسعار النفط ومع تدهور التوقعات الاقتصادية تعهد العديد من أعضاء أوبيك بلاست في نيسان بتخفيضات طوعية بدأت من شهر أيار إضافة إلى خفض بمقدار مليوني برميل يوميا تم الاتفاق عليه العام الماضي والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجزير الاقتصادي بيامان الله